أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة العالمين الجديدة تغيرت كثيرا عن ست سنوات مضتا وأكد مدبولي أن الدولة تبذلت جهدا كبيرا لتصل لهذه النتيجة التي تبعث الأمل جاء ذلك خلال فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية إيفر مصر النهاردة احنا موجودين في قلب مدينة العالمين الجديدة ويمكن زي ما مقدم الحدث قال هذا المكان ما كانش موجود خالص من ست سنوات يعني كانت مجرد صحراء قاحلة وكان فيها مشاكل كبيرة وكان بيبقى ساعات في أطفالنا وشبابنا ممكن يعني يحدث ليهم إصابات بسبب الألغام الموجودة فالنهاردة ان احنا نشوف مكان بقى بينبط بالحياة بهذا الشكل ده شيء عظيم وبيبعت بالأمل وزي ما بنقول البنى بسواعد شباب مصر وهذه المشروعات وهذه المدن هي كلها لشباب مصر إن شاء الله في خلال الفترة القادمة